والوفود الأجنبي المشاركة وإبراز القدرات الجزائرية في هذا المجال فضلا عن تعزيز فرص التعاون لتطوير أنظمة العمل والتكوين وكذا التأثير للتحكم الأمثل في تسيير قطاع السيد البحري وتربية المائيات في الجزائر ويناقشت هذا الموضوع معي في البلاتو إبراهيم رودان مدير مساعد بمدير السيد المدير العام بالمدير العامة بمدير العامة ليساعد البحري التابع على وزارة الفلاحة طبعا رحبا بك معنا صباح اليوم بداية نبدأ من هذا الصالون الدولي في طبعته التاسعة الثمينة بولاية وهران نتحدث عن الصالون نتحدث على جديد طبعا فيما يخص هذه الصالونات في مختلف القطاعات دائما نطرح تساؤل مبدئي حول ما الذي من ممكن نستفيد منه نحن نتحدث عن قطاع كذلك قطاع هام للأمن الغذائي وتوفير مناصب شغل في الجزائر بداية جديد هذه الطبعة الثامنة بولاية وهران أولا أستاذ مولود صباح الخير صباح لكل المشاهدين لتعقناة النهار ومن خلالك بث تحية إلى كل طاقم الشاب بقناة النهار وعلى العمل الجبار اللي تقوم به قناة النهار في مرفقة القطاعات الاقتصادية ولسهما قطاع الفلاحة العموم وقطاع السيد البحري على الخصوص شكرا وأشكركم على هذه الدعوة لتحدث عن هذا الحدث الهام الاقتصاد الهام الذي عقد للمرة الثامنة ببلادنا وعلى المرة الرابعة في ولاية وهران لأنه كان يعقد هنا بالجزائر ثم حولنا الوجهة نحو ولاية وهران هذه العاصمة الجميلة والعاصمة الاقتصادية والعاصمة السيحية أيضا لبلادنا والتي راح تحتضن أيضا في 2021 العاب يعني الأولمبية والصالون الدولي في هذه الطبعة ليومنا هذا اليوم أكثر من حوالي 110 مشارك منهم أكثر من 30 مؤسسة أجنبية ولما نقارنوها بسنة 2017 أنه الصالون ينظم كل سنتين فهذه السنة لاحظنا أنه ضعف عدد الشركات الأجنبية حضرة في هذه الطبعة وخاصة وهي شركات كبرى من حوالي 11 جنسية 11 دولة تشارك في هذا الصالون في مختلف مجالات الصيد البحري وتربية المائيات منها تربية المائيات يعني سواء كانت تجهيزات أو صناعة الأقفاص أو صغر الأسماك أو نشاطات المرافقة لتربية المائيات بالإضافة إلى النشاطات الأخرى المرافقة للصيد البحري كصناعة الشباك وصناعة السفن وصناعة المحركات وغيرها بالإضافة إلى كل المؤسسات الوطنية المهتمة بهذا النشاط طبيعة الحال السؤال لكم كما طرحته سيمولود هو ما هو شيء ليجلبوا هذه الصالونة وما هو الجديد جديد هذه الطابة طبعا أنها تعقد في مهوش فقط للسيد البحري وتربية المائيات وإنما لكل ما يسمى بالاقتصاد الأزرق في الجزائر وهذا المفهوم الجديد الذي ظهر في السنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط الذي يعمل على تنسيق القدرات وتنسيق الطاقات الموجودة التي تشتغل ولها علاقة بالبحر يعني كقطع سياحة كطع الطاقة قطع المناجم وقطع مثلا الإتصالات السلكية واللسلكية قطع الثقافة وقطع السياحة وقطعات أخرى لذلك فأردنا من خلال هذا الصالون أن نفتح المجال لهذا المفهوم الجديد ببلادنا الذي من خلاله نعمل على خلق ثروة من خلاله على خلق مناصب شغل جديدة في هذا البحر الأزرق الذي هو البحر الأبيض المتوسط واكتساب الخبرات بهم شيء بطبيعة الحال والتجربة الأجنبية شيء اللي لاحظوه اليوم هو اهتمام كل المؤسسات الأجنبية وتعرفوا أنه في كثير من الأحيان في كثير من الصالونات ألغيت هذه السنة لكن بالنسبة لنشاط سيد البحري نظرا للاهتمام الكبير للشركات الأجنبية وللدول الأجنبية بهذا النشاط يعني حضرت بقوة داخل هذا الصالون لمرافقة الديناميكية الموجودة بحث عن فرص الشراكة طبيعة الحال إذا ما عندكش ديناميكية وما عندكش نشاط داخل البلاد فلا أظن أنه فيه شركات أجنبية تهتم بهذا النشاط فنظرا للديناميكية التي وجدت اليوم في قطاع السيد البحري سواء في نشاط السيد البحري التقليدي أو في تربية المائية لهو نشاط جديد نعرف أنه من سنة 2017 لما درنا الصالون الدولي كان عندنا حوالي 25 مشروع في تربية المائية اليوم عندنا أكثر من 75 مشروع لتربية المائية دخلت في الاستغلال كان هذا النشاط جديد في الجزائر وكان يعني ما عندوش حتى يعني معنى في الميدان حتى المواطن الجزائري ما كانش يفهم معنى تربية المائية اليوم منتوج تربية المائية موجودة في الأسواق منتوج تربية المائية تقتنه العائلات منهم سمك اللي كان يدير 2000 دينار جزائي اليوم صباح يدير حوالي 100 ألف أي ألف دينار جزائري هذا يعني يدل على أنه هذه الصالونات ونعطيك حاجة في هذا الصالون الجديدة أيضا هو أنه بعض الزائرين اللي كانوا في سنة 2017 يعني كمستثمرين كزائرين للصالون يعني يتعرفون على قدرات الصيد البحري والتربية اليوم أصبحوا اليوم عارضين أصبحوا اليوم عارضين أنجزوا مشاريحهم في تربية المأيت وأذكر جزء منهم في ولاية شلف وفي ولاية مستغان مع الخصوص في ولاية وهران زاروا المعرض كأي زائر اليوم أصبحوا ما هونش مستثمرين وإنما أصبحوا منتجين يعني سلعة تحهم تنتج وأصبحوا من العارضين داخل الصالون فهذا الصالون أعطى في سنة 2017 دفعة قوية لنشاط تربية المأيت أعطى أيضا ربط علاقات مع تجربة كما ذكرت التجربة الأجنبية الكبيرة في البحر الأبيض المتوسط خاصة في هذه البحر خاصة في إيطاليا أو في إسبانيا أو في كما تعرف اليوم تسع الشركات كبرى إيطالية تشارك في هذا الصالون أربع شركات فرنسية ثلاث شركات إسبانية شركات تركية شركة هندية شركة من الهند شركة أيضا من تونس وشركة من ليبيا والجديد في هذه الطبعة أيضا حتى لا ننسى أيضا تربية المأيات في المناطق الداخلية ضيف الشرف لهذه الطبعة اخترناه باختيار دقيق وهو جمهورية مصر العربية هذا البلد الذي ينتج اليوم أكثر من مليون وربعمائة ألف طن من منتجة تربية المأيات له تجربة رائدة في مجال الإنتاج في مجال تفريخ الأسماك في مجال صناعة الأعلاف لذلك أردنا أن ننقل هذه التجربة المصرية إلى بلادنا ونقول للجزائر المستثمر بأنه ممكن أنك تستثمر داخل البلاد أنك تستثمر في عين دفلة في بلعباس وفي أيضا في المناطق الصحراوية في أدرار وفي الواد وفي بالسكرى التي يعرف هذا النشاط اليوم يعني توسع في هذه المناطق بكثافة لكن يحتاج إلى أنه يحاكي أو يلامس تجربة حقيقية التي هي تجربة المصرية لذلك سيكون عندنا ضيف الشرف هو الجانب المصري وسيحضر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مرفوقا بوفد وسيكونوا أيضا عارضين في هذا الصالون في هذه الطبعة لندفع بقوة ليس فقط تربية المائية التي نجحت بقوة على مستوى الساحل الجزائري يعني في الأقفاص وإنما أيضا نعطي قوة لدفع لأننا نحتاج مناصب شغل ونحتاج بروتينات سمكية في كل مناطق في المناطق الريفية في المناطق الداخلية وفي المناطق الصحراوية هدفنا اليوم أن نعمم تجربة المائيات في كل مناطق الوطن وهذا هو هدفنا من خلال الصالون الدولي للسيد البحري والتربية المائية كهدف أساسي أننا نرفع الإنتاج حتى نقلس من الأسعار ونوفر منتوج في السوق الوطنية أننا نخلق مناصب شغل قبل أن نخلق مناصب شغل أننا نحافظ على مناصب الشغل التي أنشئت في هذا القطع في السنوات الأخيرة التي كانت في سنة حوالي في الألفين حوالي 25 ألف اليوم صبحنا 100 ألف منصب شغل يشتغلون في نشاطات صيد البحري وتربية المائية لابد أن نحافظ على هذه القوة العاملة ونضمن ديمومة الثروات سواء في داخل الوطن أو في البحر لهذه الفئات وأيضا نخلق مناصب شغل جديدة للشباب في هذه المناطق وفي هذه النشاطات الجديدة منها نشاطات الاقتصاد الأزرق وربما هو مجال مفتوح للشباب بطبيعة الحال هو نشاط لما تزور اليوم واتسوف أو تزور ولاية أدرار كنا فيها في 16 أكتوبر درنا ملتقى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنيود في أدرار شفنا عدة مشاريع نجحت في هذا الفضاء من طرف الفلاحين وأبناء الفلاحين والشباب علشت مثال أدرار ولا مثال بالسكرة ولا مثال ورقلة لأنه حتى أقول أنه ممكن جدا أنك تنجح في عين الدفلة أنك تنجح في بلعباس أنك تنجح في غليزان أنك تنجح في الجلفة أنك تنجح في تيسمسيل حتى الفلاحين اليوم فيه إقبال كبير على هذا النشاط اليوم أكثر من 3000 مزرعة تم استزراع الأسماك بهذه المزرعة ليس كنشاط لتجميل المحيط وإنما عنده مردودية يعني يساعد في المردودية الفلاحية لأنه لما تسقي المحاصيل بتاعك بالمياه اللي فيها أسماك راح تقلص من فاتورة الأسمدة ومن الأسمدة التي تعطيها للمحاصيل بأكثر من 60% التجربة اللي كانت درستها جامعة 5 مليانة أعطت أنه المحاصيل التي تزرع بمياه المستزرعة بالأسماك تعطي مردودية أكثر من 30% في المحاصيل فيه فلاح فيه كان فيه أضرار قلنا له أعطينا تجربة تاعك في إدماج تربية المائية في الوسط الفلاحية وهو مدرسة يعني قال لك أنا لما كنت ننتج في السابق يعني وتعرفت على تربية المائية من طرف الوزارة والمركز الوطني للبحث قال لك ادمجتها في الأوسط الفلاحية عندي حوى وبديت نسقي في النخل التاعي قال لك النخلة اللي كانت تجيب لي 35 كيلوغرام اليوم تجيب لي 150 كيلوغرام وهو يبيع أيضا الأسماك تسلمك التيرابية اليوم في أضرار تقول في الصحرائية كل الأسماك نعم في الأسماك تبع في أضرار وهذا يعني بشهادة الجميع وقدرنا هذا الملتقى ثم ونظن أنه هذا النشاط يمكن أن يعطي عائدات كبرى لميلادنا أنه يساهم في تنمية المحلية بعض التجارب فيه مرافقة من دولة لهذا التجارب بطبيعة حال أن هو كل نشاط جديد لازم له مرافقة والمرافقة هي من ناحية التأطير ومن ناحية المرافقة التقنية لدينا مركز وطني للبحث والتنمية في صحر البحر بالإضافة لما تقوم به الغرف تعلق صحر البحر من تحسيس نعطي مرافقة تقنية يعني كيفاش الإنسان يستزرع الأسماك كيفاش يكبرهم كيفاش يفرق بين الأنواع السماكية وشي يعطيهم أغذية وكيفاش يكبرهم كيفاش أيضا يحافظ على صحة هذه الأسماك أيضا نعطيهم مرافقة من خلال داعهم بصغار الأسماك لأنه في البداية باش تنجح نشاط لازم تعطي للناس يعني جزء من الأسماك حتى يستزرعوها هذا في المناطق الصحراوية وفي المناطق الداخلية في المناطق الساحلية فيه دعم من الدولة دعم كبير جدا لما تعطي الامتياز على مستوى اليابسة بواحد دينار جزائري للمتر المربع هذا غير موجود في أي قطع حتى يستثمر وأيضا 1800 دينار جزائري للهيكتار لأن الأقفاص توضع على مستوى البحر 1800 دينار للهيكتار في السنة هذا دعم كبير بالإضافة إلى الدعم التقني بالإضافة إلى أننا نرافق كل من يريد أن يقوم بمشروع داخل البحر بالمسادقة على الدراسات يروح يديرها عن مكتب دراسات لكن عندنا مركز الوطني البحث التنمية ببوسماعيل يقوم بالمسادقة على الدراسة قبل ما يروح الإنسان للبنك أو يقوم بإنجاز مشروعه سواء بالتمويل الخاص أو بالتمويل البنكي بالإضافة أيضا عندنا نظام مكيف للتكوين يعني كيفنا منظومة التكوين الموجودة لأنه عندنا مدارس للتكوين على مستوى الساحل وعلى مستوى المناطق الداخلية نستعمله كل ما هو معاهد التكوين المهاني وفق احتياجات مربي المائيات وفق احتياجات الشبان اللي حابين يدخلوا في هذا النشاط والعصرنا ربما ليشهد هذا القطاع في العالم طبعا طبعا هذا النشاط قلت نشاط اليوم في العالم لما تكلمت عن العالم نشاط تربية المائيات يوازي الإنتاج في تربية المائيات يوازي الإنتاج تعصيد البحري في العالم كان يمثل في السابق يعني في سنوات السبعينات يمثل 5 إلى 10 بالمئة اليوم أصبح يمثل حوالي 50 بالمئة من إنتاج العالم فالمستقبل هو تربية المائية لأن الثروات البحرية كما هو معروف لدى الجميع لدى القبراء لدى التقنين ولدى الصيادين أن الثروات البحرية ثروات محدودة البحر الأبيض المتوسط اليوم مليون طن المستور أدات اللي يستوردوها في البحر الأبيض المتوسط هو ربع مليون طن نحن عندنا مئة ألف طن من إنتاج البحر والاحتياجات في السوق هي مئتين ألف كيف يمكن أن نكمل هذا النقص إذا ما رح ناجل تربية المائية وهذا هو دور الصالونات الدولية أو الوطنية في جلب الخبرة جلب التقنية جلب الشراكة جلب حتى التجربة لما الجزائر يشوف بأنها نجحت في الصين ونجحت في مصر ونجحت في تركيا ونجحت في مرات أخرى لأنه رأس المال ذكي جدا لما يشوف تجربة ينقلها اليوم نعطيك مثل مستثمر في مستوالم ومستثمر في تنس استثمروا من أموالهم الخاصة ما يقارب واحد مليار دينار أي مئة مليار سنتين والمستثمر هذا عنده رهو ذكي لأنه ذكاء وسرحته ماهوش كما الإدارة لو ما شاهش بأنه هذا المردودية موجودة اليوم في هذا النشاط وفيها الربحية يعني فلا يدخل هذا النشاط لك ومن جهة نحن لما هذا المستثمر يربح الأموال احنا نربحه منتوج في السوق ونربحه مناصب عمل ونربحه مناصب عمل بارك الله وفيك لشبان خاصة المتخرجين من المعهد المتخرجين من مدارس تكوين والمتخرجين أيضا من الجامعات فهذا الصالون الدولي للسيد البحري وطربية المائية يراهن عليه القطاع يعني والذي ينظم تحت رعاية سيد وزير الفلاحة يراهن عليه القطاع ليعطي دفع موش الصالون في حد ذاته يمكن تنجح في صالون يمكن تجيب ألف شركة مئة شركة مئتين شركة لكن الشي اللي همنا احنا هو ما بعد هذا الصالون وما خلناش فقط العارضين هذا السنة كنا كل سنة ندير نشاطات هامشية على الصالون يعني نشاطات تقنية وعلمية هذه المرة ركزنا على النشاطات وفيه ثلاث نشاطات دولية تقام على هامش هذا الصالون النشاط مع الهيئة العامة للمصائد البحرية في البحر الأبيض المتوسط راح تهدر على سلسلة القيم في تربية المائية اليوم لازم ندخل من ما قبل الإنتاج إلى ما بعد الإنتاج ونقل التجربة في البحر الأبيض المتوسط فيه دول محدشين دولة ستشارك في ورشة يعني دولية حول تربية المائية فيه نشاط أيضا راح ننظموه مع المنظمة المنشاطين مع المنظمة الأغذية والزراعة وفيه نشاط ثالث لما قلنا أننا افتحت النشاط للقطاعات الأخرى سنننظم نشاط كبير مع مؤسسة سونة تراك لأنه اليوم سونة تراك راح تستكشف في البحر يعني كل ما هو بيترول وغاز وتعرف أن الاستعمال في البحر ما هو فقط للسيد البحري فيه الصيد فيه النقل فيه وزارة الدفاع الوطني فيه الثقافة فيه اهتصارات سلكية يعني الكواب البحرية التي تجيبنا للإنترنت فقلنا أن هذه القطاعات تشارك ومنها مؤسسة سونة تراك التي طلبت أنها تنظم نقاش مفتوح مع السيدين مع مستعملي البحر حتى تعطي برنامجها في المستقبل لأنه ما يمكنش أنه اليوم قطاع يروح يدير برنامج في البحر بدون ما يأخذ الاعتبار بما هو موجود يعني من نقل ومن صيد ومن تربية المائية لذلك فستقوم هذه المؤسسة أيضا بورشة كبيرة سيحضر فيها كل ممثلي الصيادين ممثلي تربية المائية وممثلي القطاعات الأخرى ويفتح نقاش حول برنامج هذه الشركة في المستقبل لأن هذا الفضاء هو فضاء مشترك لابد أن نسق فيه العمل ختموا بنقطة أخيرة سيبراهيم نعرف ربما مكنت هذا القطاع نقارنه طبعا بالمحيط أو بالدول المحيطة بنا هل اليوم نقدر نقول أن قطاع الصيد البحري في الجزائر يعني حاضية بالمكانة أو وصل إلى مكانة مقبولة مقارنة بالدول الجواء أنت تتحدث على دول لها باع أو سنوات سواء من الخبرة سواء من حتى الكمية المنتجة من الأسماك ونحن نتحدث على تربية الأسماك طبعا الحالة هو الجزائر عندها مكانتها في البحر الأبيض المتوسط في نشاط الصيد البحري هذا لا يعني أننا نحن ناس واقعيين في القطاع الناس ناخذوا بعي الاعتبار كل ما هو واقع قطاع الصيد البحري فيه كثير من الإيجابيات فيه كثير من الإنجازات لكن فيه كثير أيضا من النقائص لأنه إحنا في بلادنا وتحدية في بلادنا باش نكون صراحة أنه أدرنا ظهرنا إلى البحر لسنوات كثير صحيح وكنا نعتبر أنه نشاط الصيد هو نشاط الصيد التقليدي يعني فيه عمل لبعض البحار فقط في السنوات الأولى من الاستقلال لو أعطينا القوة لهذا القطاع لو اليوم راح يبادر لكن الديناميكية اللي عرفها في السنوات الأخيرة تدل على أن هذا القطاع يقدر أنه يخلق ثروة يخلق مناصب شغل يخلق قيمة مضافة ولما نقول مئة ألف منصب شغل في هذا القطاع لما نقول مئة ألف تون من الإنتاج لما نقول تصدير أكثر من ثمانية مليون دولار في السنة من الأسماك لما نقول أنه القطاع يلمس بعض المناطق اللي ما فيها حتى نشاط سواء على مستوى السحي أو على مستوى الداخلي لما تروح لمناطق مثلا كما الداموس أو مناطق واتزهور في سكيكدا أو مناطق أخرى موجودة يعني بجوار جيجل أو في بيجاية لا يوجد فيها إلا نشاط السيد البحري حتى وكان يعني كميته قليلة لكن آثاره الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن يعني التغافل عنها لأنه الشبان في هذه المناطق عندهم الجبال وعندهم البحر إذا ما تفتحلوش نشاط داخل البحر وتفتح نشاطات أخرى يعني مرافقة في هذا البحر لا يمكن للشبان لهذه المناطق لأنه ما تروحش تقول واحد دير مصنع في واتزهور في سكيكدا في منطقة يعني بعيدة جدا جبلية ثم تهبط إلى البحر لا تقدرش تقول واحد دير مصنع أو دير مش عفنا حاجة لاقتصادية إذا ما كانش هذه النشاطات التي تخلق ثروة وتخلق قيمفضات لذلك العناية بهذا النشاط في هذه المناطق الوعرة وفي هذه المناطق المعزولة وهي ربما نقطة قوة هذا القطع طبعا نقطة قوة لأنه منذ الأزل نشاط السيد البحري موجود في بلادنا ويقتات منه الكثيرون لابد أننا نعطي فقط العناية الخاصة لهذه المناطق ولهذا الشبان الموجودين في هذه المناطق حتى يساهم هذا القطع كما تساهم القطعات الاقتصادية الأخرى في اقتصاد الوطني خدموا بهذه النقطة شكرا لك سي إبراهيم رودان المدير المساعد بالمديرية المدير العملي الصيد البحري بوزارة الفلحة عندك نقطة أخيرة؟ فقط فنقوله الصالون ما هو فقط صالون للمهنيين ولمحترفين ولمربي المئيط دعوة عامة دعوة مفتوحة لك أولا لقناة النهار وللجمهور لأنه احنا فتحناها للجمهور حتى يتعرف على هذا النشاط وصعوبته وما هي أفاقه في المستقبل لأنه الناس يعرفوا في القطاع يعرفوا السردين فقط لابد أن يجون للصالون باش يعرفوا هذا النشاط وأفاقه وقدراته أيضا طبعا قلوا للذين أو الرغبين في استكشاف هذا القطاع أنه هذا الصالون سيفتح بداء من هذا من هذا الأربعاء القادم بولاية وهران بمركز المؤتمرات محمد بن حمد بوهران شكرا لك سيبراهيم ردان على حضورك على كل هذه المعلومات ترجمة القناة